بمقر عملات مقاطعة عين الشوق بالدار البيضاء عقد اجتماع تنسيقي لبحث الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الأبرك المتعلقة بالتموين والأسعار والمراقبة الاجتماع شكل مناسبة لتدارس الترتيبات الخاصة بالتموين وأسعار المواد الأكثر استهلاكاً خلال رمضان وتنظيم وضبط السوق وتنسيق العملية الرقبية المتعلقة بحماية المستهلكين طبقاً للاختصاصات القانونية المخولة لجميع المصالح المتدخلة وخلال هذه الاشتماع تمت الإشارة إلى أن وضعية التموين الحالية والمرتقبة خلال الأسابيع المقبلة تتسم بعرض يفوق الطلب يلبي حاجية المستهلكين بكافة أسواق العمل من مختلف المواد والمنتجات الأساسية خاصة التي تستهلك بشكل كبير في هذا الشهر المبارك حسب المعطيات المتوفرة من خلال الأبحاث الميدانية فإن جميع المواد التي يكثر عليها الإقبار خلال هذا الشهر الأبرك تلبي حاجية المستهلكين وإن العرض يفوق الطلب أما الأسعار فهي في مجملة مستقرة قد تعرف بعد الإنخفاض كالعادة بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان الأبرك يتم تحضير برنامج للمراقبة في إيطار لجن إقليمية تدم جميع المصالح المعنية وذلك حسب نوعية القطاع التجاري المبرمج حيث تقوم بزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة طبقا للقوانين والدوابط الجاري بها العمل كما تم التوقف على الدور المحوري للجنة الإقليمية في الصهر على ضمان عملية المراقبة واحترام الشروط المعمول بها لحفظ سلامة وصحة المستهلك ومدى وفرة المواد والمنتجات التي تلقى إقبالا كبيرا بمناسبة رمضان بالكمية المطلوبة وبالجودة العالية مع أخذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلال في التموين واحترام الأسعار التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن